ما تخافش على الأهل طالما الأهل بكل لعبيه وجهازه الفني وجماهيره مدركة جدا أن اللي حصل ده مجرد بداية لا أكثر ولا أقل فقط بداية رائعة جدا يجب أو يمكن ويجب البناء عليها كثيرا شفنا رأي عدد كبير من المحللين ونجوم الكرة فما رأيي الزملاء مقدم البرامج والبداية مع الكابتن الكبير متحة شلم كل التقدير النهاردة المسلماني عشرين على عشر كل تصرفاته النهاردة رائعة بداية من التشكيل وضع ميكسوني وبيرسيتاو كانش حد متوقع بيرسيتاو لعب والدالو الثقة تمام 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 بدايته بالخمس محترفين الأجانب عشرين على عشرة تغييراته أنه هو يدي العمار وكمان يدي الأحمد عبدالقادر حسام حسن عشرين على عشر برضو الحتة التانية اللي قلتها ملحوظة بسيطة جدا بيرسيتاو أول مشاركة دي النهاردة عجب هدفين مفيش أجمل من كده عمل شرط حلو قوي خليه يحلم بقى بالشرط الحلو ده وهو لسه أول مشاركة ليه مش هعلق على الكابتن متحط لوحده لأنه عايزة أربطه بما قاله الكابتن سيف زاهر أيضا نسمع بعضين نعلق على الاتنين مع بعض يهدى موسيماني؟ لا يفتح يعمل افتتاح النهاردة للدور الممتاز بربعية على مين؟ على النادي الإسماعيلي دخل التحدي خلاص دخل الرهاض النهاردة موسيماني بيدفع ببرستاو دايما فيه مقولة إما تدفع إما تدفع بلعيب جديد أفريقي تحرقه نزله النتيجة كويسة نزله سنة سنة ما تدلوش مرة واحدة وكل جمهور الأهلي حط يضع لقلبه وأول ما حط التشكيل كل ناس يدلك تاني يا موسيماني اختراعات تاني أربعة تلاتة تلاتة تاني شادو سترايكر تاني ما فيش راس حربة صريح تاني ولكن واضح إن موسيماني كان عنده عنده رؤية واضح إن كان عنده فكر كبير قال لهم رهام حاخده مخاطرة حاخدها رسك حاخده بيرستاو النهاردة بيبعت رسالة الموسيماني وبيقول له الله ينور عليك ما تقلقش عمري ما حصغرك ما تقلقش اخترتني ورهنت علي كاسبان بإذن الله حاكس يعني كابتن سيف زاهر بيقول المخاوف كانت الله أربعة تلاتة تلاتة تاني حنبدأ تاني بالأجانب مش قلنا نتريس ونخدهم واحدة واحدة وفي ذهنه تجربة بواليا سنة اللي فات لأنه نفس الشيء كان شريف ماشي كويس وبعدين لعب وليا بس الفرق بقى بين بواليا وتاو إن تاو أنصف موسيماني وإن الطريقة والالتزام ساعدت على هذا الإنصاف نفس الكلام بقى نعكس بقى كابتن متحد قال إيه عشرين على عشرة التشكيل في رأيه كان عشرين على عشرة عشرين على عشرة في الدفع بتاو تخيل بقى أنه ما كانش عشرين على عشرة بالعكس كان خمسة أو ثلاثة من عشرة أو حاجات زي كده في الدفع بواليا لو تذكروا بنفس التغيير وأيضا عشرين على عشرة بالخمسة المحترفين مرة واحدة مع بعض أنا بقول كده ليه لأن لا الطرق هي اللي بتعمل النجاح ولا التشكيل هو اللي بيعمل النجاح ولكن التنفيذ التنفيذ والالتزام كل عناصر النجاح كتفزين مباراة مبنية على التحرك بدون كرة المباغتة أنك أنت بالضغط بتقدر تقطع الكرة وبتلعب ففي مساحات ما بيلحقش الناس تتكتل قدامك كل ده جماعة مش هيبقى بنفس السهولة في المباراة الجاية لأن الناس خدت بالها بقى لأ إحنا اللي عملنا كده لو لعبنا وفي مساحات الدنيا هيحصل فيها إيه بس يستطيع النادي الأهلي من خلال الالتزام بالضغط اللي هو فردي وجماعي وجماعي واللعب في خطوط متقربة وبسرعة بسرعة مش معناه كورة طويلة لكن النقل السريع اللي هو زي كورة اليد الفص بريك على مراحل أو الهجوم الخطف على مراحل هذا هو سلاح النادي الأهلي الذي لا يمكن مقاومته لو حصل نفس الالتزام ونفس الانضباط التكتيكي طيب هذا رأيي الذي له قيمة اللذي له كل القيمة طيب ده رأي الكابتن متحد شلبي والزميل العزيز سيف زاهر الزميل العزيز هاني حتحوت عجبه في بيرسي تاو حاجة تانية ما حدش قالها نشوف بيرسي تاو دي البداية الحلم بالنسباله إنك تلعب أول مباررة رسمية مع فريقك الجديد وتسجل هدفين فيهم إمتاع وفيهم كرة حلوة بل وثالث سجلته وتلغى بداية التسلل دي بداية ممتازة والكلام عن فكرة بقى بيرجعنا دايما للكلام عن إنه هو اللعب اللي لسه جاي محتاج تجانس وانسجام واللي عادي إنك تلعب به واللي هو الموضوع متوقف على ثقته في نفسه وشخصيته في النهاية هو قرار مدير فني اعتمد النهاردة على بيرسي تاو في أول جاهزية فنية وبدنية وشاركة وسجل هدفين عجبني في بيرسي تاو واللي بيخلي القصة فيها واضح إنه هيقدم كتير للأهلي ابتسمته يسجل يبتسم يضيع عادي مبتسم وبيستمتع بالكورة ودي حاجة جيدة جدا في الصفقة القادمة من برايتون الإنجليزي لصفوف النادي الأهلي في أول ظهور لها ده غير إن المكيسوني اللي تالت مبارا بيلعب وبيظهر بشكل جيد بنسبة كبيرة جدا مع الفريق الأحمر الزميل العزيز هاني حتحوت بيجاب على السؤال اللي أنا كنت بقول ليه اعتبرنا إن لا أما أبدأ ببوليا تصرف خاطئ ولم بدأنا بتاو كان تصرف عشرين على عشرة وناجح جدا الفريق قالوا ببساطة وترجموا بشكل مباشر في الشخصية لعيب متصالح جدا مع نفسه بيستمتع بالكورة هادي جدا متأكد من إمكانياته على فكرة ببوليا لاعب رائع جدا وإمكانياته عالية جدا لكن جاء إلى النادي الأهلي يرزح بالضغوط قال لبيرسي بشخصيته كده تحرر منها فاستطاع أن يقدم هذه الإمكانات ترجمة نانسي قنقر